ولأن الشان العراقي مرتبط بالمتغيرات الإقليمية والدولية أعلن وزير الدفاع التركية شار جولر أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري زيارة رسمية للعراق يوم الاثنين المقبل وهي أول زيارة له منذ العام 2011 وقال جولر أن بغداد وأنقر قد توقع عن اتفاقية استراتيجية على همش الزيارة من دون مزيد من التفاصيل فيما يرجح مختصون أن تكون مخصصة لإنهاء أزمة المياه والنفط ومعالجة حزب العمالة وكان أردوغان أشار إلى أن تركيا تدرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه مشددا على أنهم سيسعون لحل هذه المشكلة وقضايا تتعلق بتدفق الغازي الطبيعي والنفط إلى تركيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر